شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ في الاجتماع الوزري الذي تستضيف الدنمارك وذلك حول تنفيذ تعهدات المناخ والمنعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة وقد ألقى شكري كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها على ما يوفره الاجتماع من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولية ذلك من خلال تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعثات ذلك بجانب التعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر جلاسكو العام الماضي أبرز شكري في كلمته ما تحتله قضية الوفاء بتعهدات المناخ من أولويات لدى الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر وكيفية تحويل هذه التعهدات لواقع ملموس على الأرض مواربا عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تقييم الوضع الحالي لتنفيذ التعهدات وتحديد كيفية العمل من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس حول المناخ ترجمة نانسي قنقر